بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واحد من الأخوة اطلب مني كيف يغير السبور بوت من تحت او حامل عربة السرعة من تحت او حاميها من الحركة ان شاء الله ان شاء الله نفيدكم كلها تتعلموا العملية هذه هذه القطعة اللي نكلموا عليها اللي هي الكويتش هدايا ويركب في السبور هدايا في الاليمنيوم هدايا السبور كويتش وهذا اليمنيوم طبعا لا تغير كان الكويتش هدايا الا اذا كانت كسرة تغير كلها هي عندها اثنين يعني عندها سبور كبير كويتش هدايا حلقة وحلقة اخرى صغيرة من هنا وهذا يعني يحمي المحرك من الحركة قدام والثالي ساعات احيان الوحدي يدى يسوق في السيارة ويحس وقت يشي خارج بالسيارة يحس في ضربة يعني في المحرك المقدام عند الخروج ساعات هذا تجاه مكسرة او متاكل او هذا او هذه مرخوفة او هذه محلولة يعني تجاه فيما حاجات كما هيك يعني انسان يغفر عليهم ما يعرفهمش هذه هناك جي كويتش وهناك جي كويتش وهناك جي كويتش وهناك جي كويتش سيبور بوات من لطا او حامي من لطا او حامل هاذا يجب ان نرى كيف تحلوه وكيف تغيروه السيارة بلوك متاعه او السيبور اللي هو فيه اول شيء نبدو به هو نفكوه السيمياس اللي هو الكاردان اول حاجة نفكوه الكفر او العجلة او الدولاب من مكانه او بعتدد نحلو الكروه هذيه باش ننحو الكاردان هذيه لان هو السيبور ركب فيه الكاردان اول حاجة يجبنا نحلو الكاردان نجيبه مفتاح اظنى فما نوع 36 او فما نوع 32 نجيبه مفتاح نحلو الكروه هذيه ومن بعد فما الروتيل السيسبانسي او اللوطه هيا شفتوا لزوزبولنات هذيه مهمين يتحل الكاردان وانا تكون العجلة ركبة لازم تحط زوزبولنات هنا باش يشدوا الديسك لا يتكسر البولونات الصغير هذيه تحط زوزبولنات هنا وتحلي كاردان على راحك بعد ما تشد فرامل ومن احسن تحلي كاردان وعجلة ركبة ودولاب ركب بعد من حلو الكاردان نزعو البولونات هذيه اللي هي تجيمة هنا هذيه لاني يركب فيه روتيلة هذيه لاني يركب فيه لاني يركب فيه كاردان نحوه من المكانة من الفيزي هذيه لازم نحوه من كاردان بعد ما فكينا كاردان من المكانة ننذهب تحت السيارة نجو بخيط الكاردان اللي هو بخيط السمياث هذيه هذيه جهة العجلة وهذيه جهة داخلة في البوات فمزود بولونات هنا هون هذيه جهة هذيه نحوه قبل ما نحوه سيبور نحوه هذيه ونبدو كاردان نبدو السمياث نبدو السمياث نبدو السمياث بعد ما فكوا هذيه هنا نبدو خرجوه نحوه من البوات كأن يخرج زيت من البوات نحوه هذيه من عنب السرعة ونبدو كاردان على الارواح نحوه 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 نبونات كما هكه بالمفتاح هذيه 13 نحوه من الاثنين ونبدو كاردان على الارواح نحوه 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 بعد ما يخرج تبقى هذيه المكان هذيه فارغ هذيه مكان فارغ هذيه مكان فارغ طبعا البنات هذيه ترخفهم شوية وتدورهم وقعدوا في مكانهم ونحوه الوصول حيث يجب أن يحوه نحوه 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 ونحوه نحوه نحوه أجل المساعدة بإضافة 19 أو 17 فأعتقدون بحثني 21 فقد نحلس الأنين بإضافة 20 لمساعدة يجب أن ي hole 20 هذا كان حميل واحده زوز سيبورات في سيبور هما زوز حاملين قالنا المكان هذا فارغ بعدما الآن السيبور هذا صغير قالنا المكان هذا فارغ لأنه هو فكناه تو هذا ما زره هدية هدية تو بعدما فكناه فما نوعين فما ليجي كما هيك فما ليجي كما الواحد كلهم يشبهوا لبعضهم يعني يعطوا نفس النتيجة أنه يختلفوا الشكل هو كما هذا مثلا أنواع هما يعني كل سيارة عنوحة يعني هناك كردون كان نراكب لفكناه وهذا السيبور هو توقف فكناه تبقى أننا السيبور للمنيوم هذا مش نفكوه طبعا فكينا الكردون وفكينا السيبورات كل شي تبقى أننا السيبور للمنيوم هذا في بونات شادينه في البلوك البونات هذو كنفكوهم أظن أربعة تقريبا أو ثلاثة فهم أنواع هذا كنفكوه كل هذا كل سيبور ونفكوه على بر هذوما البونات تشوف فيهم بالنذرق هذوما هما نفكوه بعدما كما نكونوا فكينا كل الحاجات وردتهم لكم في الأول كما نفكوا البونات هذوما ثلاثة ولا ربعة مش ننحو السيبور للمنيوم من مكانه هذا هي هو هكي السيبور بش يخرجنا من مكانه في هذه الأنواع مش ضروري بش يطالناه متاع السياريها هي نفسها إنما في الشكل وفي النتيجة يشبه البعض زي بعض هذو السيبور بش تخرجنا أما انه مكان هذا سينم لحذا الذي هو هذو الكوتش هذي نشاهد الكوتش هذي ارقب في المكان هذا والآخر هنا مكان الكاردون مكان الرولمان مكان الكاردون وهذو البونات هذه القطعة لا تركبها إلا الخراط يركبها بالبريس تنزل عليها او عنده عدة خاصة خاطر يتركب بالضغط وتتفك بالضغط لا يجيش تركبها إنسان واحد هذه القطعة كلها من العادة نرفوها بالخراط عند البريس عند هذه الضغطة يضغط على سيبور نحي جديد وركبنا جديد فالتركيب رد باكم فيها علامة فيه بوزيتيورة يركبش كما يجي كما تركبه كما تنحيه خاطر هنا شفته هنا فما فراغ وهنا فما فراغ وهنا مليان وهنا مليان كما تفك كما تركب يعني تقمر تقمر ما تنحيه من مكانه وترجع في نفس المكان الذي كان فيه بعدما ركبناه واللي عندنا سيبور كما هكذا نضيف طبعا ما أغصناه وركبنا السيبورة وهذا السيبورة الكديم وركبنا السيبورة وطول لدينا سيبور كامل نبس عليه نجمه وقتها نرجعه كما هو في الصورة هنا يبقى أن هذا السيبور فيه كويتش حتى هو إذا كان لكويتش متاعه لباس نخلوه كما هو وكان مش لباس حتى هو ويتباعه ونجم يتغير مفيش حتى تشكلية حتى هو يعني مفيش مشكلة مفيش مشكلة يعني كما فكناه كما ركبوه عادي يعني سهلة العملية وبسيطة المهم يكون عندك فكرة شوية عن الميكانيك أو على الأقل تأخذ فكرة حتى بيش يركبه لك الميكانيكي تأخذ فكرة ان الميكانيكي بيش يعمل بالضبط نقول لك أنا نغيره كامل جديد أصلي لان السيبورة تتباع وحده وهذا يتباع وحده هذا في الاصلي يتباعه كامل شبته فهما موديلات برشة هذا موديل من الموديلات أنواع هذا يتباع بالكوتش متاعه كامل تعبيج هو حتى هو فهما يحب يغير هكا كامل بل ألمنيوم متاعه وفهما يحب يغير سلام بلوك بركة طبعا رجعوا نكبسوا بلوناتنا وركبوا بلوناتنا كما كانوا ورجعوهم قطعة قطعة الكاردون رجعوه البلونات متاع السيبور في البلوك ما ننسوا شيء هذه السيبور حتى هي كيف كيف نجم ونغيروه إذا كان هو تعبان أو تكسيره أو تغير سيبور كامل كما يحب الإنسان حسب أمكانيته فهو نفس السيبور يتغير الكبوتش لا يوجد فيه حتى لا يبسل في حالة الحوادث يتكسر أو الكاردون يتكسر لا يتغير كامل 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 لا يوجد الكاردون كامل 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 مكانه ناعد كامل 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 ننحو الكاردون و اذا كان لدينا الكاردون في مطلق الزيت نزيدها زيت عبر الكاردون او روتيلة اذا كان نحية الامر التسار اتساس عبيه يناحي يوضع ثنيية انا عبر اذن افكيه و نجرب سيارتنا في كل ما يهيره و ان شاء الله يحاوله كل شيء يمشي لبس ان شاء الله تنفعكم حاجات كما هيكة وتستفدوا بها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته